كنت قاعد فيها من المتأمن لنا وكانت واحدة تعمل معي في نبي بنت الناس نعيش معها ونجاوز بها قالت لي عندي واحدة صاحبتي هي خديجة نحن نشكر الله كيف تلقي سوق الأخير مشاهدي قناة شوف تيفي مرحبا بكم معنا في هذا البت المباشر من مدينة الدار البيضاء دائما قناة شوف تيفي قناة شوف تيفي مرحبا بكم أنها تنقل لكم المعاناة الناس القصص وقعية التي يعيشها المواطني فضلي في هذا المشاهدين قناة شوف تيفي ستعرفون معي على واحد القصة كوبل سنقول مغربية ومصري خديجة وسامير كان يحيش في ليبيا هو مصري وخديجة مغربية كنت عيشة في ليبيا كنت يمشي بشأنك تخدمين تعرفوا تزوجه ولكن شاءت الأقدار أن الحياة لهم بعدما كانوا عيشين جيدا وعيشين بخير كانوا يسمحوا في كل شيء ويدخلوا المغرب لكن عندما دخلوا المغرب بدأت المعاناة بالصحة يعني الحياة ديالهم تقلبات رأسا على عقل السلام عليكم واسيدي أهلا بخير لا بس عليك وشي بخير ما زال ما بديت؟ لماذا كنت بكي؟ بني بكي على خالي لماذا؟ 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 لماذا لماذا؟ لماذا لماذا؟ 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 قبل أن نعرف المعاناة لكم ونحاول أن نصلها لرأي العام والمشاهدين يشاهدوننا نريد أن نعرف كيف تعرفت على خدجة؟ أنا تعرفت على خدجة على طريق وقتها قلت لاني باب انت مظهوب فيه قالت لي عني واحدة صحبتي من أجل و لكن لماذا لا يسعى حق التذكرة ممكن أن تجعلنا حق التذكرة لأنني قد ماتت إلى الهواء ونتقل لها ماشا أدت حق التذكرة كنت راجل مقاول خدام مزيان وعنده داري عنده سيارتي وعنده مكينة الكليار كان عندي حوالي 40 سنة أو 45 سنة فبعتت للفلوس فأجت وقعدنا 45 يوم لحد لما كتبنا على سنة الله ورسوله وعشت معها جبت منها الدرية وعيشين بخير ومضبرعين في الهبيض فصار الحرب ادخلوا علينا خطعفونا جعدنا 16 يوم سيدنا الملك ووصلوا الخبر الملك محمد السادس الله ينصروه بعت لنا بخرة جبتنا جينا على طريق الطنجة من 2011 جيت لظروف حلوة ثاني يوم دخلت المغرب خدمت في الضوخة سيدي مؤمن بالنهضة واحد والنهضة اثنين والنهضة ثلاثة جعت سنتين خدام فقدر الله تحت من فوق انا واثنين معي الله يا ربي عش من ايه طاجت حتو منه؟ من الثالث حتو من الثالث؟ من الثالث وربي كتب ليك عمر جديد ربي كتب لي عمر جديد من الثالث من الثالث فإذا بك يعني وليتي فاجعة أخرى ايه هاد الظروف اتبادلت من الاتحاد يعني لو ما تحتش كنت زمن عايش ومتهني خداب صنايعي صنايعي مش صنايعي كلام صنايعي وشنون يخلك أنك تخرج من مصر و تمشي ليبيا ومن ليبيا تجي المغرب عقل عايش طرف الخبز طرف الخبز طرف الخبز اه كتير مصريين متغربين من جميع العالم اكتر اكتر البشر متغرب يدوروا على الخبز ما عنديش من 2011 من 2011 ما عنديش تشكرة غليعة وليديك عائلتك اخوتك عندي اخواتي بس عندي اخواتي بس لكن العلاق متوفقية ما عنديش عشان نمشي من هنا نمشي من ايه من ايه من ايه من ايه من هنا حق التذكرة واني لاجي ناكل عشان اه 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 روح اه 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 يقولوا انه البعض من بنات المغرب ما كيسبروش اسعادش وربي حسبني ما كنت انا اعرفه ولا اين شافتها اللي هي نزلة من المطار اللي جابتها ليه جالت لي لو انت ابن حلال اعرف لي مين فين هي اللي نزلة من على الدرجة بتاع المطار في الصالة قلت لها ايه وكفت جالت لي ايه ايه معجولة قلت لها والله ايه هي هاي هيك من عند الله هيك سبحان الله ربي فشكي وفعلا وفعلا طلعت ايا مشينت عدنا خمسة واربعين يوم في المحكمة راحين جايين راحين جايين لحد لما خلصنا الاوراق من الصفارة المغربية من الصفارة المصرية وفي المحكمة وعقدنا بحلال الله الحمد بالله وعيشنا واخا فش جيتوا المغرب يعني ايه قبل كنتوا عايشين قلتوا يا عايشين مزيان هاكا ايه وكيفوا دخلتوا المغرب هنا يا يعني وجهتكم صعوبات بزاك ايه ما كنت نصدق انها يحصل للا ولا نظلمها معاي ايه عايش تشوفها نصد لمسيها معاك ايه 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 ضلمتها معاك فاش دلمسيها ايه الدواء الشريلي مكلة الجبة يعني كل شي عليها هي الدواء ديانا شريكة تشرب ده باس يا سامير ايه 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 انا عندي جزعة جزعة عمليات على ظاهري قالوا لي ثلاثة في المية لو نشحت رب كرمني بوحد ابنحل والله ما كنت نعرف اقول لي جريبيا عندي دكتر وبعدين في اخرين بتم قال لي اشوف قال لي اشوف قال العملية بتاعته انا عرضتها عرضتها على ست دكتر عملوا عليها لجنة عايشة في الدواء ديانا قالوا لي قالوا له لو اضر العملية بعدش يتحرق ثلاثة في المية ايه مكتوب عام في دهاء في الاوراق قلت لأ انا عايش على الدواء عايشت عايش على الدواء الحمد لله لك مرة 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 تشتري لي البكية مرة تشتري بكية عندي حقنا عندي حقنا بمية ابراوات ابراوات ما خدش ابراوات ما نقدرش نمشي الله يشافك يا ربي سامير لا يشارك ما نندي شكرا شكرا وعليكم السلام شوية الحمد لله شوية بنيتة الله يجر احنا سمعنا الان من عندي سامير يعني كيفاش كنتوا عايشين كيفاش دخلتوا المغرب شو سبب لي خلاكم انكم تدخلو فاش دخلتوا بدات المعاناة دياركم الى اخري يعني لقيتش وراثكم واحد الحالة وفي واحد نظر وكتتوقوا انكم تكونوا فيها أنا نكونوا فيها شو نمقى عليك شو نمقى عليك فاش دخلتش المغرب كنا عيشين مزيان مني بدات الحرب جينا في 2011 جارج اللي خدم طاح را سمعتوا المعاناة ديالو مني خدم طاح ما الشاركة ما عرفتناش لحتنا كنا كارين بيخير لخير في أناسي مني طاح ودك شو مقاش عندنا مقاش عنده باش نخلصوا الكراكرينا هاد البيت نفس الطاح وعيشين بيخير وعلى خير ووتي تنشر لي الدواء تنخدم أنا اللي تنخدم أنا اللي تنعيد الأسرة ولكن دابا قدر الله ومشا أفعلنا مريضة بقيتش قدرت نخدم وفا زوج ديالك خد لجاب فاش مرد نتيج وليسك تخدمي يعني ايانا اللي تنخدمه في المرسى بعلمي كان نقي الحوت أي حاجة بانت لي تندير وليسك تنشر المرسى باش أنك تنقل حوت وهكا باش تشري لي الدواء باش نشري الدو باش نخلص الكراو باش تنعيد الأسرة كلها ولكم انبعت انت مرتين أنا كان مرتين عندي الفدق وتدوز لي بالدم وفكر شي وتنفخ لي بزاف بحلة حاملة ومقايش قدرت تنزيل الخدمة تنشي سولي الجيران سولي العساسة سولي الدرب كل شي تمشي مع الجوش تليل ثلاثة تليل في الفجر تنبقى فيهم والله تقول لي اشوفها دمارة مكافحة وتنطلب على الصحة والسلامة تنقول مشي مشكلة لك كانت عندك صحتك تخدمه تجي بي باع لكن دواء مقايش عندي الصحة مقايش قدرت تنزيل تمشي تقيل أولو ولا كانت عندي الخدمة بك في المرسمة تنقدرش نهز شي حاجة تقيلة تنطلب على الدراري لذا تكون الفرصة انكم ترجعوا ليبيا او ترجعوا للميصر تمشي نمشي مشكلة نمشي نمشي احنا احنا الدبلة بغينا نمشي تطلبوا لنا التذكير معدناش فلوس تذكيره قاديته في المحكامة ورقم القادية عنده تلك سيدة دياله من 2011 ما زال ما تحلاتش من 2012 ما تحلاتش بقى ما تحلاتش ودب الان يعني لابا انتي مريضة والزوجة حتى هو مريض عندك بني امزوجة لكم على الناس كيفشكتتضبر الامور ديال الحياة تلك ودبا يعني بزوجكم في واحد الوضع حياة صحية اللي هي ما تحلاتش الحمدالله لما مشيت لما مشيتش من اناكلوش ودبا قتت خذوش باقت مشي واخدها با قسم البلا البارح مشيت مع الجوشة الليل الجوشة الليل مشيت كم مشيت مشيت المرسى البارح سبا عد جيت مع ديك العشرة ورقيتيني دبا كتمتكي انا عسقا سمين بيلة وبعد مرة تنصل للبجر تنخرج تجيبي دك المصروف تتصرفي ودك شيمون الكرة ونعطي بالالف الستمية تنكمل ديك الحداشرة والموت اتناش وما بي الموت ده وقالي شير بعتاش خمستاش تنعطي عليه بالتقصية تتكمل دك المبلغ يعطيني التوصيل واللي بقى تنطرق وتنعطي ذاك شب تقصيت واللي بقى تنجيب خبيز نجيب اي حاجة باش نتغدير وخاشوا النداء ديالكم اليوم الناس يشوفوا طول الناس نداء ديالنا يتاونوا معنا وما شافوا الحالة وهو المرض ديالي راه بينا بغيتوا تشوفوا نوري ليكم مش مشكلة بغيتوا تجو عندي تشوفوا مش مشكلة هالوراق بغير العملية وباش نعيش والكرعلينا والمعيشات هاتش اللي بغينا ما بغينا نتحجي الدواء هو تنشر لي واحد الفاني في الاخر قال الدواء هلكم سكين واحد قاطرتي شرب همتي بقى شنوتي كنت ليتو يومين وليلللتين من فتاك كنت تريد التولي حيث تتصل علي الدواء دواء أنا عيشة بالدواء كل مره من فتاكونا 50 درام نعم كل الأسجور الحفد ريال أنا عندي واحد الافاني كل خمسة يام يومين وعرب عالف ريال في خمسة الحبات تريد الميكروب بحاجة ينشف حشاك وعطي الريحة حشاك يا رب امين شاك في جميع المسلمين سامير شنوس بغيرت تقول الناس لك يشوفوك لان انا نقول للناس اخوات المسلمين حنوا علينا وعايشونا معاك الله يرضى عليكم يا رب حنوا علينا انا ظلمنا ظلمنا لما جينا من ليبيا وصبرية الله يرزقكم احنا وصبرية الله يرزقكم يا رب الله يحن عليكم ونطلب من اخوات المغرب يحنوا علينا ونطلب من اخوات المصريين لقد عايشين في المغرب أنا والدي بلادك حنوا علي وسألوا علي الله يرضى عليكم يا رب الله يرضى عليكم والله يفرح كل اللي يفرحنا يا رب ان شاء الله يا رب انتمنى والخير الله يفرحكم يا رب وشاهدي قناة شوف تيدي كانت تفاصيل سي ساميرو وزوجة خديجة لك يعيشو واحد لمعاناة لك